جاء من السليمانية إلى بغداد رؤية شقيقته فاختفى العريس عبدالله مع زوجته مضى على اختفائهما أسبوعين تقريبا دون معرفة مصيرهم والد عبدالله يقول بأنه لم يصل إلى بيت شقيقته وهاتفه مغلق حتى الآن جاء ابني من السليمانية مسير على أخته بغداد بالحي الجامعة اتصالي ويا الثلاثاء الأربعة بالليل فقط اتصالي ويا خبرت بنتي قالت ما ما حد ايجي علي آخر شي روحت بلغت القوات الأمنية قوات الأمنية طتني كتاب على شركة زين وركزت المكان بالسعدون محلة 101 بالضبط وطلعنا على المحلة وياي أمن الوطني ابني لا ساكن في فندق ولا طاب شقة ولا كل شيء مفقود أسبوعين وولد عبدالله طرقت جميع الأبواب بحثا عن ابنه وزوجته فلوجود لهم في المستشفيات أو المراكز أو حتى الفنادق بعد التأكد من الأمن السياحي قلق جعله يقدم بلاغ فقدان في مركز الشرطة ويناشد صلى تقريبا مفقود داعش يوم واثناعش يوم يعني تقريبا أسبوعين وأطالب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وأطالب وزير الداخلية الشمري بالوقوف معي لأن ابني وزوجته فقده بغداد ومعرف شنو مصيرهم حيرة رعب وحسرة تصيب العائلة يتخوفون من احتمالية اختطافهم فكل الاحتمالات واردة لمصير عروسين مضى على زواجهم ثلاثة أشهر أرادوا السفر للنزهة فتحولت النزهة لفقدان من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير اشتركوا في القناة